احبابنا ومشاهدين حياكم الله ورحب بكل من ننظم إلينا بهذه اللحظة يعني تمثل اليقظة الدوائية أهمية كبيرة للمريض و للدولة في الوقت ذاته فهي توفر أموال طائلة على الدولة شون توفر هذه الأموال رح نعرف مضيفتنا و أيضا توفر ثقافة توعوية للمريض و رح نصلت أكثر على هذا الموضوع و نتعرف أكثر على هذه الثقافة و على هذا النظام الوقائي الدوائي و فيها بلاغات و غير البلاغات و الأدوية اللي موجودة و الدولة هل هي قاعدة تراقب دولة نكتفي فقط من الصحة و الرقابة الدوائية تحديدا أنه خلاص أجلزنا هذا الدواء إذا أنه صالح للجميع في أدوية أنت ممكن تروح للصيدلية وتأخذها الأدوية من غير وصفة طبية في أدوية مكملات غذائية غير مكملات غذائية أدوية كثيرة موجودة بسوق نزين شنو النظام اللي احنا محتاجينه هل في رقابة لاحقة على هذا الموضوع إذا ما في رقابة شنو ممكن أنا أتكلف عن المستوى الشخصي و عن المستوى الصحي و أيضا الدولة شنو ممكن أن تتحمل من هذه الأمور سترك المجال إن شاء الله إضافتنا الكريمة نتحدث في هذه القضية و توضح لنا و رحب فيها بالاستوديو معنا الدكتورة ريم خلف العيسى وهي صيدة لانية في القطاع الخاص و حاصلة على الدكتورات في الصيدلة من جامعة كارديف مساء الخير دكتورة نوسى النوري هل فيك نوسى النوري هل فيك وسعيدين بلقاءنا معاك المقدمة اللي أنا قلتها حق المشاهد الكريم نريد أن نقرب الصورة بشكل أكبر هل هذا فعلا نقصده إحنا اليوم اللي راح نتكلم عنه و نصلت عليه الضوء و كيف نوفر أموال على الدولة في هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر قناة الرأي على استضافتي اليوم وأشكرهم طبعا اهتمامهم لهذا الموضوع المهم لأن هذا الموضوع يهم كل مواطن و كل واحد يعني مقيم على أرض الكويت فإحنا يعني صحة الناس تمنى و صحة الناس اللي هما يأخذون الأدوية أيضا تمنى فاللي يصير فيه نظام اللي هو نظام اليقظة الدوائية نعم اليقظة الدوائية هي عبارة عن شنو فيه تعريف لها من منظمة الصحة العالمية بس إحنا ما نبي نحط إنشاء و نقول والله تعريفه و كذا 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 اليقظة الدوائية هي أنك أنت تكون متيقظ لأي أثر جانبي يسبب الدواء قبل ما يصير شون؟ أنك أنت تعرف أن تكون في إجراءات احترازية تمشي عليها نعم و يكون عندك علم و ثقافة بكل الأدوية المسوقة في داخل البلد نعم و يكون عندك قدرة على اتخاذ القرار في طريقة استخدامه بشكل صحيح و متى تأخذه و متى ما تأخذه جميل هذا الكلام دكتورة لكن واقع الحال الناس لا تقرأ حتى الوصفة اللي موجودة داخل الدواء يعني كل دواء فيه داخل تعليمات إذا أعرض لك كذا لازم توقف الناس لا تقرأ الناس لا شيء على التجربة يعني يقول أنا أنت جربتها الدواء تقول هذا دكتورة تقول والله الدواء هذا ممتاز أنا جربتها أخذه يروح يأخذه و يستخدمها وهذا الغلط الدوائية لتقصدية تثقيف الناس من أي ناحية تثقيف ذاتي مثلا أم تكون هناك جهة معنية كيف أقول شيء الحين الأثار الجانبية نعم تصير في دول جميع دول العالم صحيح الدواء مسوق في جميع دول العالم أي دواء نشوفها يعني أبسط ما فيها البندول موجود في كل دول العالم صحيح و كل دواء فيه أثار جانبية ما يقول والله هل في ناس يسألوني يقولي هذا فيه أثار جانبية طبعا فيه أثار جانبية بس إحنا شنو موضوع اليقظة الدوائية؟ الموضوع اليقظة الدوائية شنو اللي يدرسه؟ الترديشن اللي عندنا والكلتشر والجينات والفيزيولوجية الجسم عندنا مختلفة عن الناس اللي سووا عليهم دراسات في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول اللي صنعت الأدوية فبالتالي لأن ظروفنا غير وجيناتنا غير ومناخنا غير ممكن آثار جانبية عندنا تطلع مختلفة يعني الأدوية التي تناسبهم هم ما تناسبنا دكتوري؟ مو ما تناسبنا يعني في أشياء مضاعفات أكثر؟ مو شرط مضاعفة ممكن أقل ممكن أكثر فاليقظة الدوائية هي تقيم لك اللي قاعد يصير في البلد وتاخذ انت قرارك بنفسك يعني إحنا شنلقا نسوي بالكويت إحنا إذا صار في سحب لدواء من أمريكا مثلا أو من أوروبا إحنا فورا نسحبه هني بالكويت وهذا إجراء واحد زين بس إحنا نبين عرف شنل اللي قاعد يصير بالكويت ممكن اللي قاعد يصير شيء أكبر فممكن إذا طريق الإبلاق نخضعهم لرقابة صحية لاحقة غصديش لازم فيه رقابة على اللي قاعد يصير في الأدوية بعد الموافقة على تسويقها داخل الكويت يعني الأشخاص اللي تناولون هذه الأدوية نخضعهم إلى فحص دوري غصديش مثلا؟ فحص فيه نظام الإبلاغ عن الأثار الجانبية كل واحد بالكويت يستخدم دواء ويصير فيه أثر جانبي لها الحق أن يكتب تقرير أو فيه فورما يمليها ويبعثها إلى إدارة الرقابة الدوائية تابعة لوزارة الصحة هذا موجود عندنا بالكويت في الموضوع؟ موجود في الصحة موجود الناس تعتقدين أننا عارفين هذا الموضوع؟ أنا لا أعتقد أن الناس عارفون هذا اللي نحن بنوصله بالضبط وصلي الله رحمة والديتش يعني اليوم أنا إذا كليت أي دوة وحسيت بأعراض جانبية يحق لي بالقانون ومن وزارة الصحة أني أنا أكتب تقرير مباشرة وأرفع هذا التقرير للرقابة الدوائية وقول لجماعة ترى هذا الدوة أنا حسيت فيه كذا 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 لما كليت أي واحد يقدر يبلغ عن أي أثر جانبي يصير فيه يبلغ الطبيب الصيدلي ويبلغ الرقابة الدوائية بعد التبليغ بعد التقرير شنو راح يصير بعد ما يصير فيه إبلاغ الأثار الجانبية ما يصير قرار فولي والله شخص واحد صار فيه أثر جانبي إحنا يلا خلنا سحبه من الأسواق خلنا نكنسل لا إحنا نشجع الناس أن يبتدون يبلغون عن الأثار الجانبية بعد ما إداة الرقابة الدوائية والناس المختصين في الإدارة هذه يبتدون يستلمون البلاغات ويصير فيه كذا بلاغ على نفس المشكلة وفي نفس الدوة يطلع لك مؤشر فيه سيغنال قاعد تطلع أنه فيه مشكلة من هالدوة هنا الكويت ما تعتمد في قراراتها على أمريكا ولا بريطانيا ولا أي دول ثانية والله سحبنا الدوة يلا خلنا سحبه والله غيرنا طريقة صرفة خلنا نغير طريقة صرفة في الكويت نحن نأخذ قرارنا هنا بالشيء الذي ناسب استخدامنا وبيئتنا في الكويت نعم فيه أمثلة قريبة صارت بهذه الطريقة الدكتوري يعني فيه شيء حصل على مرة السنوات الطويلة هذه من خلال خبرتك من خلال دراستك من خلال رصدك أنه فعلا تم التبليغ عن دواء معين ودرسنا الحالة في الكويت ما أعتقد أنه صار فيه هاشا لأن السيستم بعده نحن نسميه فيه بيبي ستب يعني بعده فيه بدايته يعني فيه استمارة إبلاغ فيه جهود أنه فيه ناس يعني قاعد تحاول أنه تشجع عن طريقة يعني ووركشابس وتوعية الأطباء والناس وأفراد المجتمع بيه ووركشابس وتدريب نوالله تعالى وبلغة وسأو شيء بس ما قاعد يوصل لهم شيء للحين الناس بعده الموضوع بعده يديد في بدايته نعم في بدايته بس برا في الدول الثانية لأ فعندهم نظام تطور اللي قضى الدوائية أي شيء يصير الناس قاعد تبلغ الجهة الرقابية عندهم وسيدا ياخذون أكشن إما أنه ينسحب من الأسواق إذا كان الأثر الجانبي خطير يؤدي إلى وفاة أو يعاها مستديمة ما أدري إذا أنت تعرف موضوع الدول اللي كانوا يستخدمونا في سنة 62 الثلاث مايد سبب كارثة فضيعة في النساء الحوامل اللي يابوا أطفال مشوهين خلقيا عقب هذا كانت فاتحة اليقظة الدوائية بالعالم من هنا يأتي اليقظة الدوائية وقالوا لازم نتابع الدواء بعد ما يتسوق ما تكفي الدراسات الكتينيكية اللي يسوونها قبل ما يتسوق الدواء وزارة الصحة دكتورة المعنية بهذا الأمر هي انفعل هذا الموضوع ومهتمة بهذا الأمر كون هذا الموضوع وأكيد رح يوفر على الدولة أموال لأن أنا اليوم لما أخذ هذا الدواء ويكون له أعراض جانبية ورح أتعب رح أروح إلى الصحة رح أتعالجني رح أخذ سرير رح يتفون عليه فلوس أكثر عدل بينما أنا أقدر أني أسيطر على هذا الموضوع من البداية وأشوف بديل مباشرة هل موجود قاعد يفعلون هذا القطاع تحديدا اللي هو اليقظة الدوائية تعرفين الناس اليوم ما رح أروح أنا في مراجعة ولا أنا حسيت في أعراض جانبية رح أترك الدواء بس ما فيه اتصال هاتفي ما فيه توعية من الصيدلية مثلا أني أنا أسجل أوراق وأرمي هذه الأوراق في صناديق وفي جهات من وزارة الصحة يكون عندها دورة مستندية رقابة مستمرة في هذا الجانب تأخذ هذا وعملية رصد وجرد وإحصائية يعني شيء التي تكلم عنها جميل وراقي جدا لكن حرام يكون في بداياته مثل دولة الكويت اليوم وإحنا ندعي أن التطور ومواكبة العالم المتطور وغيرها في كل شيء نحن الرقابة الدوائية في الكويت كانت تقريبا من أقدم الرقابة الدوائية في الخريج وأكثرنا خبرة في هذا المجال كيف ترين هاليوم الرقابة الدوائية ووزارة الصحة في هذا الجانب بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث في هذا المجال الفاصل مشاهدينا ولا نعوده بخوة معنا دكتورة ريم خذينا الفاصل قبل شوي وإحنا نتكلم على اليقظة الدوائية وأهميتها بوزارة الصحة والرقابة الدوائية اللي موجودة اليوم كيف أن نفعل من هذه القضية على أرض الواقع الناس ما رح تروح تديك سيارتها السلف وتروح أقل الرقابة الدوائية وتقولهم تعالوا يبقى هذا التقرير وتفضلوا إحنا كتبنا وسوينا ما في أحد رح يسوي نادر جدا كيف نسهل ومبسط العملية على المشاهد الكريم وعلى من تبونه يتفاعل ويتعاون ويتعامل معاكم كونه أهوى من خلاله راح تتملح صائية طبعا لازم إلكترونيك سبمشن يعني لازم يفعلون الوبسايت المخصص لليقظة الدوائية والإبلاغات عن الآثار الجانبية والإلكترونيك سبمشن يعني أنهما يسوون يملون الاستمارة أونلاين ويبعثونها لإدارة الرقابة الدوائية هذا لازم يتفاعل مهمة جدا الكلمة جهاز يعني أبلوكيشن معين أنا أحطي أبلوكيشن طبعا إلى الآن ما حصلها لشي في دول يعني عندهم أبلوكيشن بالآيفون يعني بس مجرد تسوي لها داونلود وتسوي الإبلاغ عن طريق أبلوكيشن هذا ما هو موجود عندنا لا مهم لا موجود بالكويت طيب تعليقك على المدونة العربية لليقظة الدوائية اللي ألزمت الدول العربية بتفعيل هذا النظام وإحنا اليوم الكويت يعني ملزمين بهذا الموضوع لأن اعتمدها وزير الصحي السابق الدكتور علي العبيدي نعم في مارس 2014 هذه المدونة فيها بند واضح يعني يقول أن كل دولة العربية لازم تكون فيها منظومة هي منظومة اليقظة الدوائية اللي متابعة الآثار الجانبية اللي تصير في الأدوية بعد ما توافقون على تداولها في السوق المحلي جميل هذه المدونة تلزم كل دولة عربية من 2014 نحن موافقين عليها نحن أول دولة سوينا مؤتمر استجابة لإعتماد الوزير لهذه المدونة ممتاز فشغلنا ماشي بس نحن اللي نبي ما في شيء على أرض الواقع ما في أي أجهزة اللي نبي بقع عاد يعني يعني حطوا المنظومة هذه ضمن الهيكل الوزاري لوزارة الصحة الآن نحن أول ناس نوقع أول ناس نعمل مؤتمر وندعم على هذا الموضوع ونؤكد عليه مو موجود في منظومة وزارة الصحة أو الهيكل الإداري والنظامي والمالي في وزارة الصحة مو موجود يعني بس شغل موضوع شنو مو شغل لا يعني يبيلها شوية شبيل تسريع أو الناس هذا نحن موجودين الآن بالإعلام تحركون شوية بالموضوع بس كيف يتحركون رسالة الدكتورة كيف يتحرك أو وزارة الصحة في هذا الشأن ما في أي بوادر للتحرك في هذا الموضوع البوادر موجودة لأنه في ناس مدربين ممتاز في مكان يعني مجهزين المكان مجهزين الريسورسز موجودة كل الموارد موجودة مدربين الناس والناس تنطر أنه بس يكون هذا يعني معتمد في وزارة الصحة كقسم إدارة وحدة وثبت يعني علشان ينافذون اللي مكتوب في المدونة العربية اللي يقضت دوائية وعلشان يواكبون اللي قاعد يصير في المنطقة لأن كل الدول في المنطقة كلهم عندهم منظومة معتمدة في دولهم مثال مصر، سعودية، إمارات وفعام العمان وبعدين لازم يكون إحنا بعد ما نفعلها كشكل غانوني في الكويت راح نكون عضو حال ما حال الدول المجاورة عضو كامل في مركز الأثار الجانبية مركز البلاغ عن الأثار الجانبية اللي في السويد اسمه مركز أوبسالة هذه تقريبا 125 دولة بالعالم أعضاء فيها يعني هل هذيلة كلهم مهتمين بالأثار الجانبية اللي تصير بدولهم وإحنا لا إحنا مهتمين بس يعني لازم شوي نتحرك والموضوع علشان نقدر نفعل هالأشياء طيب صعبة العملية دكتورة عشان نحن ننجزها ما باك شيء ما باك شيء بس هو الاعتماد في الهيكل الوزاري ماكو شيء لما اعتمد الهيكل الوزاري يعطيني أنا الصفة القانونية قصدتش يعني يحميني ويحمي المبلغ عن هذا الدواء وهو اعتمادها في الهيكل الوزاري شنو أنت الحين عندك ناس مدربة شبتسو فيهم هذيلة بالضبط يعني بتخليهم شيء قاعدين من غير شغل لازم عندهم وصف وظيفي لازم عندهم جوب ديسكريبشن آلية عمل صحيح ستبس يمشون عليها علشان يفعلون التقييم الابلغاء كيف ترى ردت فعل المسؤول بوزارة الصحة أو صاحب القرار بوزارة الصحة تجاه هذا الموضوع هل تواصلت معهم ما شوف أنه في ردود فعل يعني واضحة ما أدري إذا الموضوع هذا ما تفعل شنو ممكن على الكويت يكون عليها ملاحظة مثلا نتأخر احنا نكون متأخرين عن الدول المجاورة كلهم ماشيون في موضوع اليغظة الدوائية وكلهم عندهم مراكز مبعد وحدة مراكز معتمدة طيب يمكن الناس أو المسؤول ما يقدر يستوعب هذه النقطة إلا بالأرقام المالية قد يكون شنو ممكن يوفر أنا عليه دولة الكويت شنو ممكن يفيدني أنا بدولة الكويت كنت كنت أصحاب اختصاص في هذه القضية وتابعون هذا الموضوع وهذا المشروع من وحده ممكن يكون مركز في المستقبل يرى تكون مركز من الكويت أنا سويت دراسة صغيرونة على موضوع يعني أخذت أرقام افتراضية وكوّنت فكرة عن من دراساتي موجودة في مجلات علمية ومعتمدة في دراسات تقول من الناس اللي يدخلون لعيادات الخارجية فقط الأمر ضل يدخلون لعيادات الخارجية مو الداخلية مو اللي يدخلون مستشفى ويناموا بالمستشفى العيادات الخارجية يقول لك يعني تقريبا 16 دراسة يقولون أفرج 2% منهم ممكن يكونون آثار جانبية للأدوية لو نأخذ الرقم هذا ونطبقه هنا على الكويت مرة أنا قرأت رقم شديد يعني أن 600 ألف أو أكثر من 600 ألف مريض يدخلوا عيادات خارجية في مستشفى الفورانية بس بروحة إذا قلنا 2% من 600 ألف هذي له آثار جانبية يعني عندك 13 ألف تقريبا منهم صار فيهم آثار جانبية ودخلوا المستشفى من الآثار الجانبية أوكي لو بتضرب 13 ألف هذي له لتكلفة المواطن الواحد في الرعاية الصحية المريض الواحد يعني أنا قريت عنها في أنها ممكن تكون أفرج 650 إلى 700 دينار للشخص الواحد في 13 ألف 13 ألف أنت عندك 9 ملايين تقريبا قلت 9 ملايين يعني أنا تقصدين من هذه الوحدة إذا تم تفعيلها بالشكل السليم والصحيح بالمثال لحضرتك والدراسة اللي قمت فيها قد يكون هناك أو من دخل دراسة الدكتور من 16 ألف حالة يعني 2 بالمئة إحنا ما أخذين يعني شيء بسيط 2 بالمئة 16 ألف حالة هذه 2 بالمئة في الدول اللي فيها نظم رقابية ويقضة دوائية قد يكون إحنا أكثر يمكن إحنا أكثر 13 ألف ذيلة يعني يفترض أن الموضوع مفعل 16 ألف من أعراض جانبية من أدوية تخيلوا أن هذه الوحدة مفعلة وهي كمركز مثلا كبير موجود عندنا بالكويت وإنت تبلغ غوّل بوّل ما رح نصل هكذا 13 ألف هذا اللي تقصدينه رح تدش الحالات فعلا لتعاني من المرض ما في حالات تتعاني من أعراض جانبية هناك خطوة استباقية في هذه النقطة عدل دكتورة نتمنى حقيقة أن هذا الموضوع يكون هناك يقضى في الجهة المعنية لتفعيل هذا الأمر لذلك الأمور المالية مهمة لدى الدولة بشكل عام وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت في هذه القضية أترك كلمة الختام لحضرة أتش رسالتي الأخيرة هي سلامة المواطن بالنهاية احنا هدفنا الأخير الحفاظ على سلامة المواطن وسلامة المريد اللي قاعد يستخدم الأدوية أنا دوري كصيد دلانية أني أقول حق الجهة المسؤولة أنه والله احنا مهتمين كوني أنا كنت أشتغل في الرقابة الدوائية قبل وكنت أدرس ملفات الأدوية قبل التسويق والحين بعد التسويق صرت في القطاع الخاص فأقدر أربط هذا بهذه فجدًا مهم أن نتابع الأثار الجانبية اللي تصير في القطاع الخاص من خلال اليقظة الدوائية أنت راتبتهين النار على شركات عالمية وأدوية مسوقة موجودة وكلها ذراجين تبسحها من السوق وما رحواقون شركات الدوائية اللي سحبت أدوية من الأسواق من قبل ادفعوا بليونز دولارز على اللو سوت وقضايا صارت عليهم بسببت الأدوية هذه لمصلحتهم لازم يدعمون اليقظة الدوائية جميل إذا لا تعملوا حساب تقولون والله الشركات العالمية وتصير عندنا مشاكل لأهمة حريصية لأنك أنت تبلغهم بالأول أن ترى الدواء عندك يا أخي الدواء ما يمشي عندي يعني في بلدي شوف لي بديل فأنت قاعد تفيده مو قاعد الضر نتبني أن تكون الرسالة وصلت في هذا الموضوع وأن إن شاء الله نعلم تماما مع الوزير الصح أنه يهتم بمواضيع عديد الأمانة في هذه القضية وفعال جدا على أرض الواقع فإن شاء الله تكون الرسالة وصلت والأمس أيضا كان عندنا الرسالة وزارة الصحة نتمنى إن شاء الله أن تجدون أو تجد النور هذه الوحدة بمركز كبير وفعال بنفس الوقت وسيرين معكم بعد الفاصل